لسه حاجة عاوز حضراتكم تسمعوها لانه يظل علي الحجار هو الاستاذ بحكم التجربة وبحكم المزيكة اللي قدمها وراجل عنده 3000 اغنية وتجاوز علي الحجار صعب يعني ان حد يتجاوز علي الحجار صعب يعني بمجرد ما تم الاعلان وقتها وعلي الحجار قال كذا كان لابد من استيعاب الموقف لان انا زي ما بقول لحضراتكم لما يكون في بلد مطرب بحجم علي الحجار فما ينفعش يتم تجاوز خاصة انبارح الحفلة بتاعة الجامعة الامريكية في قاية ايورت حفلة كانت نكحة جدا وجمهور متفاعل جدا مع علي لكن انا ما عجبتنيش الحالة انه وكأن في ناس رايحة تدعم علي الحجار في مواجهة متحة صالح يعني مش حرب وما ينفعش تبقى حرب وما ينفعش توصل لدرجة انها تبقى حرب وليه هقول لحضراتكم بس انا عايز اسمعكو هو متحة صالح هو بيعترف باستاذيت علي الحجار سمعوني كده شباب بس انا برضو بالمناسبة دي عايز ادي لكل حد حقه يعني لو هنتكلم في فكرة التترات فانا اشوف انه اسد زيتي في الحتة في المكان ده اسد زيتي بجد الاستاذ علي الحجار واستاذ محمد الحلو وانا بدي لهم هنا يعني ببعت لهم بوسة على الخد ده وبوسة على الخد ده وبقول لهم انتوا اسد زيتي وربنا يبارك في عمركم فازا الامور واضحة طيب انا عايز اقول ايه انا النهاردة اعلنت عن مبادرة بدعي فيها علي الحجار ومتحة صالح ان هم يقودوا على مائدة واحدة واعلنت حتى انه يعني جريت الدستور يمكن ان تستضيف هذا اللقاء انا عايزهم يقودوا بعيد عن التسخيم يعني بعيد عن الناس اللي بيسخانوا علي الحجار علي الحجار عنيد انا عارف ومتحة صالح مقدرش اتكلم عنه شخصيا يعني لانه انا معرفوش قوي لكن برضو متحة ممكن يكون عنيد وشايف انه بيعمل مشروع وعلي جاي بيقول له لا اده مشروعي ولا انا بتكلم انه هم نجمين كبار وقيمة كبيرة جدا لمصر ماينفعش يبقى عندي فرصة ان انا اعمل مهرجان كبير بعيد فيه التراث بتاعي اللي بقدمه العالم ويبقى فيه خناءة جانبية بهذا الشكل وخناءة المشهد ليه بقوله ان انا ما حبتش المشهد بتاع الجمهور بتاع حفلة عالم بارع لانه وكأنه فيه حرب وهم راحين يدعموه وفيه وجوه ما لا اتفقل بيها الحقيقة يعني فيه وجوه كده في الحرب ما بتتفقلش بيها اللي هو ايه فكرة البتجازات اللي شغال لا انت تدعم علي في مواجهة متحة صالح لا تعالى نشوف وانا بقول ان الناس يعودوا مع بعض الاول يعني يشوفوا يقدروا نخرج بمشروع شكله عامل ازاي انا مش متفاعل اود استجابته لكن انا اتمنى ان هما يستجيبوا ليه هذه المبادرة ونعيد حسابات يا جماعة لانه انا بالنسبالي انا بالنسبالي ما يشغلنيش متحة صالح هيكسب قد ايه من الحكاية دي ولا على الحجار ممكن يكسب قد ايه من الحكاية دي هما بقالهم عقود بيشتغلوا بيكسبوا حققوا شهرة انا هايز البلد وانا عندي حاجة حقيقية عندي حاجة انا مش داخل خناقة وناس جاي تشجع هنا وناس وبفريقين وكأن مبارح حالي الحجار ويمتحة صالح باو اهلي وزمالك وده لي فريق وده لي فريق وده لي ناس بتنصره وده لي ناس بتنصره وده لي ناس بتدعمه وده لي ناس بتدعمه عيب وما يصحش وهم كبار اوي وفي كبار في البلد نقدر الناس تقعد وتقدر بحيث انه يبقى فيه مشروع مش بس علي الحجار ومتحة صالح وعندنا مطربين كبار في الجيل ده لهم هيحفظوا على يعني ترسنا وأنا عايز أقول حاجة أنه هذا الجيل اللي بينتمي لي على الحجار وممكن يزعله مني بقى في الحالة دي بس أنا هقوله ورزق على الله أنه على الحجار ومتحة صالح وغيرهم دي فرصة حقيقية لتجديد جماهرهم ونجوميتهم لأنه هم بره هذا الإطار المنافسة صعبة يعني علي مش بتاع حفلات في الساحل ولا متحة صالح بتاع حفلات في الساحل ولا أنه هم يروحوا في الساحات المفتوحة يعني وده أمر واقع بحكم حتى بحاجات كتيرة جدا فدي فرصة فرصة أمام الاتنين أنا أتمنى أنا طرحت المبادر وبقاطب يعني الصديق العزيز على الحجار والأستاذ متحة صالح أنه يستجيبوا يفكروا يعيدوا تفكير يلتقوا هم بعيد عن فكرة يعني إيه أنه الناس يعني يأخذها الكبر والناس ببقاش عايزة تتفاهم وأنه الناس يعني فيه صديق عزيز السيد السيد عثمان يعني بتكلم ألند والمبادرة دي بيقول لي أنه ما تبقاش بس ترضية كده أنا بدورش على ترضية حسين بدورش على ترضية أنا بدور على مشروع كبير حاجات صغيرة لازم تدوب في سبيل هذا المشروع الكبير أنا ترحت هذه المبادرة بقى أجددها مرة أخرى هنا وبقول أنه فيه ناس كبار يمكن أن يرعوا هذه المبادرة هنتواصل في ده لكن المبادرة نجاحها مرهون باستجابة على الحجار ومتحة صالح بدون ما نعود نقول لهم البلد وما يصح شو بتاعه لأنه ده واقع واقع تدرى تعملوا حاجة كويسة جدا فمش عاوزين نضيعها في هذا الخلاف طالما أنه الخلاف ممكن يتلم وطالما أنه كل واحد ممكن ياخد حقه ما عرفش العسيري فين في الحكاية دي لأنه ليه كتاب مهم جدا اسمه ميت سنة هنا ما عرفش ما تظهرش في المعركة دي ليه خلينا نتابع إيه اللي ممكن يحصل وهل النجمين الكبيرين يمكن أن يستجيبوا ليه أن هما يعودوا ويبقى فيه مشروع أكبر أكبر من مشروع عالي وأكبر من مشروع متحة يبقى فيه حاجة أكبر منهم من المشروعين الصغرين دول يبقى فيه حاجة أكبر أتمنى